بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم حبايب عاملين اي رب تكونوا بقى الفقير فيديو جديد معاكم النهاردة من قناة حبايب نورة معلش غبت عليكم شوية في الفيديوهات بعد ما نزلنا سلسلة رمضان كل يوم كنا بنعمل كل يوم فطار فكان والله ايام جميلة ايام جميلة 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 كنا بحب تصويرها وبحب منتجها بحب اصور كنا بنعمل ايه من ساعة ما تقوم من الصبح فطار لغدات ما تحضري ساعة الفطار واتخلصيه بس كان ايام جميلة والله العظيم احلى ايام عشتها في رمضان وانا كنت بعمل فيديوهات بس قلت رجع معاكم في فيديو جديد النهاردة قلت اخد نفسك كده وانزل ماشي شوية رجلينة تماشي شوية في حضايق ربنا هنا نزلت هنا حديقة بنت الشاطر دي الفرض فيها باثنين جنيه تخش تعود فيها بمزاجك خضرة وناس جميلة عادين فيها تفرجي على خضرة وجمال ربنا على السماء وعلى البحر وعلى كل حاجة دي بنت الشاطئ كانت علمها في دميات كانت يعني الدكتورة عائشة بنت الشاطئ حاجة جميلة قوي فقلت ايه اصوها لكم كده برضو تعرفوا مع علمات عنا وتشوفوها ده نصب التسجيق التسجير بتاعها هنا قعدنا بقاف الحديقة عنا نتماشي شوية حتى ماشي رجلية قلت نتماشي كده نفك عن نفسنا شوية يا جماعة لازم يعني نروح عن قلوبنا لازم نتمتع بالدنيا شوية يا جماعة ونخرج ونروح ونيجي ونشوف الدنيا انا من طبعي ما بقى اخرجش كتير يعني يعني انا بيتوتية شوية بس لقلت النهاردة ايه لازم اخرج شوية وجدد شوية نشاط ونتمتع لنا شوية في جو ربنا الجميل كان الجو هنا الصيفي جميل اللي كانش فيه كان قبلها كان فيه ومن كده شتا واليومين اللي انا بقى ايه الجو حر شوية بس مش لدرجة النوة ايه ايه يعني فيه لأ فيه نسبة برضو سقعة والله يا جماعة يعني انا وقعدت برضو لقيت لأ فيها وجاي من نحية البحر حوا سقعة والله ايه نعم احنا صيفنا كلنا صيفنا بس الجو والله العظيم لسه فيه برودة لو تحسوا كده لو يعني اللي حاسس بالنا بقول عليه تبلي في الكومنتات والله العظيم الجو لسه فيه برد لسه والله العظيم فيه برد شوية بس قلت لأ اخد نفس ايه وقت نخرج شوية نشوف جو الجميل ده حديقة يا جماعة يعني هي كانت من زمان موجودة بس لسه مفتت حينها جديد انا دخلت برد واشوفها هي يعني مفيش فيها انا كنت عايزة فيها العاب يا جماعة والله كان نفسي يعني العاب انا كنت عايزة انا عايزة العاب مع اي يعني حاجة فيها العاب للشباب اللي قديناك يعني كل نوع ما تلاقيتش انا حتى لو كان فيه العاب والله كانت ممت بشي تردد تقول لي لايت يعني الناس هيتحكوا عليك الناس هيعملوا عليك يا جماعة عايزين نلعب عايزين نرجع تاني زي ما كنا صغيرين والله يا جماعة انك ترجعوا انت صغيرة دي حاجة جميلة قوي كنا زمان ننزل في الشم النسيم ونجيب اي حاجة يعني مش مش هتناح تجينا زي ملاقي السرير بتاعة دفاية ارض حاجة زي دي حاجات ملاقي كنا بنحطها زمان كده ونروح نخرج في شم النسيم نجيب الفسيخ والرنجة والسردين ونقعد فكان فيها الحضايق بقى مفتوحة عامة مش زي الوقتي الحضايق بقى تخشها لازم برا تدفعي وتخش وبقى في نظام كان زمان نقعد كده عن نجيلة ونجيب الاكل وناكل وكانش حد بيقول حاجة ان ده مش مش حلو لكن الوقتي لو عملتها يقول عليك ايه ده ده بيئة ده قاعدة على الارض ده مش منظر حل بس احنا ما كانش بيهمنا نقعد عادي ونقعد في حضايق عادي لغدات حتى بالليل لكن الوقتي الوقتي تقعد بس كده انا كنت هنا بصور غروب الشمس كان عجبنا قوي سبحان الله سبحان الخالق الجو مش معتم بس فيه غروب شمس الجو كان جميل هنا وكانت بصور على مصر من يا رب يحمي مصر وشعبها فكت ايه قلت ايه اصور كده كان الجو جميل وكله خارج اليوم ده كنا يوم جمعة يوم الجمعة يعني اللي فاتت دي عادنا بقى قلت ايه اخد نفسه شوية كده جبت ايس كريم وجبت الماما دورة بس مكانش بي حاجات يعني في الحاليكة يعني تشيرها كتير يعني الشبسيات وحاليكة العاديان كنت عايزة ايه اللي هو ايه غزل البنات بتاع زماندة ايه كنت عايزة مثلا يبقى الايس كريم جوه مش بيتباع برا لا ما فيش حاجة من دي بتباع جوه كان بعين ممنوع بس يعني قضيت يعني جبت من برا قبل ما ادخل حين قلت ايه قلت ايه ماشي رجلنا شوية عشان نمشي رياضة ونخص شوية يا جماعة نخص من حوالله احنا طلعنا من رمضان والله ما خسينا انا عن نفس طلعت في رمضان زي ده ما خسيتش معاني كنت صايمة طول اليوم ما افطر بس والصحور بس انصحر بس بس مش عارفة بس ايه مكاننا حتى في العيد والله ما كانك احكي كتير ولا كلام من ده شلي الدهون وكده بس برضو زيت ما خسيتش فاولت ايه ناخدها بقى رياضة كده ونمشي على البحر شوية عادت هنا صور البحر وهنا كانت الفلوكة ماشية حاجة يميلة اوه انا بحب البحر من عشاء البحر هنا حب اعود في كده وفكر واسترجع على ذكريات وازبط دماغي شوية زبر يعني تفكيري معلش يا جماعة اطعت معاكم لان كان الادان بدا اشهده من الله الى الله وشهده محمد رسول الله وانا زي ما قلته يا جماعة كنا يعني ايه الواحد بيقعد يفكر شوية يعني يقعد تفكيره بحناية كتير البحر والله يا جماعة تحس انه بحس انه بقى بيزكي عقلي يعني امعد شوية عالبحر وهتفكر كده حس ان انك بيترجع عقلك تاني ان هو يفكر بطريقة صح صدقوني جربوك انك تعودوا عالبحر شوية وتكلموا نفسك والله العظيم تكلموا نفسك واحكي كل نفسي كل حاجة قدام البحر حس انه كتم اسرار ويتلاقى نفسكم عقلك بيرجع تاني بتشموا هوا حلوة انا والله عن نفسي عايزة يعني من الثانية كده من قولت اخوتي ايه خلاصوا انتحانات وانا اخدهم ونروح والله يا رسل بر عايزة اروح رسل بر وقعد عالبحر ننزل على ننوح هناك على اللسان نروح على البحر نتفرج على كل حاجة حلوة هناك نتمشى نغير جو والله يا جماعة يعني اصل بر جميلة برده وبحرها جميل كل حاجة في دميات والله جميلة جميلة جدا جدا جماعة والله نفسك تجي الزرونة ونعمل معكم كل حبيب والله احلى واجب هنا دميات جميلة فكل حاجة واحلى حاجة رسل بر والله يا جماعة تروحوا تعودوا فيها كده يعني تتمتعوا بالجو الجميل تعودوا على البحر والله يا جماعة يعني حاجة خرافية تمشى اتمشى عالكورنيج تروحوا للعزبة تجيبوا منها عزبة البرج تجيبوا منها سمك ايه في حاجة جميلة والله يا جماعة وهنا بقى خرجت من الحديقة وقلت ايه اتمشى شوية في شرع عندنا اسم شرع الشرباصي وصورت ده جماعة معينة ده جماعة عادين بس تجدد عندنا ده ظهروا يا جماعة من ورا كان تشوفوه جماله يا جماعة التراص القديم وجماله ده من وراه ووجهته برده من قدام بس مش عارفة فيه مصلة للسيدات ولا لا كان ساعتها المغرب وكان نفس ادخل اصلي فيه بس ما عرفش ما تلاقيتش حد اسأله كسفت يعني اسأل حد من بره من اللي بيبيعهم بس مش عارفة هو فيه جامعة جواه لسيدات ولا لا اللي يعرف لو حد من دماتي يعرف يقولي يعني عايقوا عايزة ان انا ادخل اصلي فيه سلاة المغرب بس ما عرفتش عادت اصوره لكم يا جماعة ده جماعة المعينة في دمياط ده 710 هجرية لما اتذكر يعني ده اللي قريته على من بره يعني عليه و1310 زي ما انا قلت ميلادية و710 هجرية ده جامعة عديم يا جماعة جامعة يعني اثر شوية بس جميل نعدت هنا صوره من حبي فيه ومنظره جميل لما بامشي من جنبي كل شوية بتلاقي نفسي برتاح والله نفسيا اشتركوا في القناة